وهذه عودة معكم مرة أخرى مشاهدين الكرام ولأول مرة من بعد أكثر من شهر وشوية راجعين لفقرة الأبراج الفلكية واستقبل كل اتصالاتكم ومدخلاتكم التليفونية على أرقام الهواتف الظهر أمامكم أسفل الشاشة وبإمكانكم كمان أن تروحوا على صفحة حياتي مع طور السعود على الفيسبوك وكل أسئلكم يعني برد عليها يعني هناك إن شاء الله فقرة الأبراج راجع معاكم وهنتكلم عن الأبراج الفلكية وأي سؤال واستفسار أنا مستني كل تليفوناتكم على أرقام الهواتف الظهر أمامكم أسفل الشاشة إن شاء الله طبعا الحاضر مطول شوية الحالة النفسية شوية فيها ضغوط صعبة الحالة الاقتصادية الحالة المادية وهموم الشغل وهموم الدراسة وهموم يعني العلاقات الاجتماعية الخروجات الفسح اتمنعنا منها الفترة اللي فاتت لكن إن شاء الله مش هتطول أكتر إن شاء الله طبعا لأنه هو الحاضر موجود لعشان سلامتنا وعشان الوقاية من فيروس كورونا وأكيد هنتعايش مع الفيروس ده في الأيام اللي جاية وفي الأسابيع اللي جاية وكل حاجة هتفتح وترجع زي الأول وأحسن إن شاء الله وأكيد هتكلم عن فترة برج الجوزاء الهوائي باعتبار أنه احنا دخلنا في فترة برج الجوزاء الهوائي من يوم 21.05 اللي فات اجتماعي جدا بيحب الحركة بيحب التواصل بيحب النشاط مزاجي ومتقلب في المزاج بشكل كبير وكمان يعني بيكون زكي وعنه زكي اجتماعي من نوع خاص أنسب المهن والأعمال اللي ممكن يتناسب المولود ده هي العمال المتعلقة بالخيال كالكتابة المسرح الصحافة والإعلام لأنه عندي حس فضولي وحس الصحفي من هو وصغير أكتر الأبراج المتوافقة مع مولود برج الجوزاء الهوائي هي أبراج النارية اللي هي الأسد والحمل والقوس والأبراج الهوائية اللي هي الميزان والدلو طبعا أبرز نقاط ضعف مولود برج الجوزاء الهوائي هي الجهاز التنفسي ومنطقة الكتف والزراعين في عندنا اتصال أسماء صباح الخير يا أسماء تفضلي ياريت لو توضط توس التلفزيون وتسمعيني من خلال التليفون عشان أسمع سؤالك بوضوح تفضلي يا فندي طباح النور يا دكتور طباح النور تفضلي أنا أعرف البرج 4-4-91 وجوزي 15-5 ممكن أسمع التاريخ بوضوح مرة تانية 4-4-91 4-4-91 وجوزي 15-5 15-5 في سؤال محدد أي سنة جوزك أي سنة جوزك ميلاده أي سنة 15-5 8-8 8-8-8 8-8-8 تمام يعني في سؤال محدد ولا معلومات عامة تحبي تعرف لا عامة يعني حياتي كده يعني تمام مرسي انتصالك يا أسمع 4-4 من موليد بورج الحمل الناري الفترة التانية وأرقام الحظ هنا هتكون 4-5-9 أنت شخصية عندك مفاجآت كتيرة قوي في حياتك حياتك بتسير مش على وطيرة واحدة دايما عندك مفاجآت وعندك حاجات بتفاجئك وكمان عندك برضو تكون شخصية قوية جدا متحملة للمسئولية لكن شخصية شوية مسرفة من الناحية المادية ما بتعرفش تحوشي فلوس وبتكون شخصية قيادية برضو وعصبية لكن قلبك طيب 15-5 من موليد بورج التور الترابي الفترة الثالثة والأخيرة هنا أرقام الحظ هي 6 في 6 الشخصية دي شخصية عنيدة جدا الشخص ده شخص ميال الأمور الفنية والجمالية وشخص زكي جدا لكنه شخص برضو بيكون عنيد جدا ومحب التملك والسيطرة ويكون أب كويس ورب أسره كويس برضو بالنسبة للحمل هناك فرصة كويسة جدا الفترة دي على صعيد الصحة وعلى صعيد الأمور المادية وعلى صعيد العمل والألاقات الاجتماعية إن شاء الله ولغاية يوم 21-26 وكمان فرصة كمان تكون كويسة في نهاية شهر 7 وبدأي شهر 8 بالنسبة للتور الأمور المادية عندك شوية مثل أخبطة لكن عندك ممكن تكون أخبار حلوة إن شاء الله يعني في نهاية الإسبوع ده وممكن تكون عندك برضو أخبار حلوة لغاية يوم 21-26 اللي جاي وكمان حتكون عندك فرص كويسة برضو للسفريات الصغيرة ممكن تكون في شهر 8 وشهر 9 من السنة دي طيب فيه اتصال آخر ألو ألو لو تمحت كنت عزيزة عن الفرج بتاعي فضل عزيزي أنا موليد 1-5-78 78 أو 88 لا 78 و 1-5 وأنا اتصرت 78 تمام 1-5-78 عندك سؤال محدد نسبة للزواج للإنجاز طبعا اتصرت قبل كده من سنة بواحدة تعتبراش وقالت ليحصل معاك البناظ ويوم بالتاريخ وفي المعاد وفيه مشاكل تحصل معاك وضيجة الرزق وحياتي كلها حصلت ويوم جوازك ويوم تناظف وحصل كل كلامي اللي قال بيتعليه لمدة سنة قدامه دخلت في مشاكل كثيرة جدا تمام تعرف لي حصل وحش يعني في العمال في السحر في الحسد مشاكل كثيرة بأمر بيها إن شاء الله بارك الله فيك يا أهلا وسهلا بيك أهلا بيك وبارك الله فيك إن شاء الله ما فيش أي مشاكل ونسمي مشاكل تحدي مرسيلة صالح مرسيلة صالح واحد خمسة تمانية وسبعين من مواليد بورج التور الترابي الفترة الثانية أو الأولى عفوا هنا أرقام الحظة عندك واحد وستة أنت بتكون شخصية قيادية شوية متزمتك شوية شخصية يعني محبة للتملك شخصية مقدرة لنحية الفنية والمادية في نفس الوقت شخصية رومانسية وعاطفية وواقعية في نفس الوقت برضو عندك ممكن تكون فرص كويسة صح هي تقريبا غالبا معظم الأبراج الفلكية كان عندها نوع من التحديات والمشاكل وابتدت تحديات المشاكل دي من 2018 وخلال 2019 شوية وعشرين بسبب الحضرة طبعا اللي حصل كتير من الضغوط للاقتصادية مرت على العالم وسببت بعض المشاكل لكن إن شاء الله إن شاء الله هتكون عندك فرص كويسة جدا على صعيد الأمور الاجتماعية والحياة الزوجية البيت الأسرة الأمور المادية إن شاء الله المفروض تكون عندك حاجات وإخبار حلوة المفروض تكون عندك إن شاء الله الفترة دي لغاية يوم واحد وعشرين ستة اللي جاي وبالنسبة للعلاقات الاجتماعية إن شاء الله هتكون فرصة مناسبة جدا لك في شهر تسعة وشهر عشرة من السنة دي وإن شاء الله مفيش أي مشاكل لحضرتك مجدى اتصال صباح الخير يا مجدى ياريت لو تورسوا التلفزيون وتسمعيني من خلال التلفون عشان أسمع سؤالك تفضلي السلام عليكم عليكم سيدان فضلي حضرك سمعني تفضلي يا أيوة سامعك تفضلي يا فندم حضرك كنت عادت ألا عن الحالة المادية والصحية للأسرة كلها الأسرة كلها طبعا مع ريسش عين هنعمل باكيج خاص للأسرة كلها إزاي بس وبالنسبة للأسدور الشغل طبعا واقف ومحامي تمام خمستاشر تمانية أربع وسارعين تمام طبعا أبتحها ومع المادة وكده تمام وأنا خمستاشر تلاتة أربع وتمانين تمام وكريم ابن التادل سنوية عامة فأنا خايف عليه أول من سنوية عامة تمام كريم ستتاشر تسعة أثين واثنين تمام ملك خمستاشر تلاتة ألفين وخمسة تمام وانتصالك ما شاء الله أنه هذا عندي واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة لغاية نهاية الحلقة ممكن العموم خمستاشر تمانية أربعة وسبعين من موليد بورج الأسد الناري الفترة الثالثة أرقام الحظ هنا هتكون ستة وواحد وتكون شخصية مقدرة ناحية الفنية والجمالية وشخصية مقدرة ناحية المادية وقيادية جدا وعاصب جدا لكن قلبه طيب عنده فرص كويسة إن شاء الله لغاية يوم واحد وعشرين ستة من واحد وعشرين ستة لغاية واحد وعشرين سبعة اللي جاي وكمان في شهر تسعة اللي جاي بالنسبة للأمور المادية خمستاشر تلاتة ألفين وعشرين وعشرين أربعة وتمانين من موليد بورج الحوت المائي الفترة الثالثة أرقام الحظ هنا هتكون ستة واثنين وسبعة شخصية حساسة جدا مزاجية جدا متخلبة جدا وبنفس الوقت شخصية رومانسية جدا ومخلصة في الأمور العطفية والزوجية وحتكون عندها فرص كويسة إن شاء الله في شهر سبعة اللي جاي ستة عشر تسعة ألفين واثنين من موليد بورج العزراء الترابي الفترة الثالثة أرقام الحظ هنا هتكون سبعة وخمسة الشخصية دي بتمتلك الحدث بتحس بالأشياء قبل ما تحدث أو تحلم فيها شخصية زكية جدا ومحللة للأمور والدقيقة جدا في التحليل للأمور عندهم فرص كويسة إن شاء الله في النسبة للدراسة إن شاء الله السنة دي خمستاشرة ثلاثة ألفين وخمسة من موليد بورج الحوت برضو الفترة الثالثة أرقام الحظ هنا هتكون تمانية وسبعة واثنين وستة هتكون شخصية برضو حساسة جدا وستة حدواشرة الفين وستة من موليد بورج العقرب المائي الفترة التانية أرقام الحظ هنا هتكون ستة وتسعة وشخصية رومانسية جدا وعطفية جدا لكن شخصية برضو غامضة جداً ومحبة للانتقام في بعض الأحيان اتصال آخر كرم صباح الخير يا كرم تفضل تفضل يا فلد كم اليوم وشهر والسنة بس شوي على مهلك تفضل 81-81 81-81 تمام تمام شكراً لانتصالك يا كرم 81-81 من مواليد بورج الدلو الهوائي الفترة الأولى وأرقام الحظ هنا هتكون عندك هي 1 و 4 و 8 وتكون شخصية قيادية شخصية محبة للأضواء والشهرة وشخصية غريبة للأطوار في بعض الأحيان بتفاجئ الناس بمواقف وتصرفات غريبة شوية زكية جداً ومحللة للأمور الشخصية دي وعندهم مواقف ومفاجئات كتير قوي في الحياة كان فيه المفروض عندك تكون مشاريع الفترة اللي فاتت أو من منتصف 2019 لأنك مشاريع دي توقفت لغاية تقريباً قبل حوالي شهر أو شهر ونص ابتدت شوية بعض بوادر الأمل على المشاريع دي خصة في الأمور المادية والدراسة وإن شاء الله هتكون عندك أخبار كويسة إن شاء الله بإذن الله تعالى على شهر 8 اللي جاي في عندنا اتصال آخر ممكن معنا اتصال ألوه ألوه عليكم السلام ياريت لو تورسطوا التلفزيون تسمعين ميخال التليفون حاط 16-7-84 تمام و13-98 تمام و15-11-84 تمام شكراً شكراً لاتصالك 16-7-84 من موليد برج السرطان المائي الفترة الثالثة أرقام الحظ هنا هتكون 2-7 و3 وتكون شخصية ممتلكة للحدث بتحس بالأشياء بسهولة وتحس الأشياء بصورة غريبة وبتحلم فيها وبتحق تاني شخصية رومانسية حساسة جداً مزاجية متقلبة إلى حد كبير ومترددة في اتخاذ القرارات 13-1998 من موليد برج الميزان الهوائي الفترة الثانية أرقام الحظ هنا هتكون 3-6 شخصية محبة للسفر محبة للتنقل والترحال والتعرف على ثقافات جديدة شخصية برضو حكيمة جداً في الأمور محبة للفلسفة وشخصية برضو اجتماعية جداً وزكية جداً ومحللة للأمور وعندهم فرص كويسة إن شاء الله في الشهر التاسع اللي جاي 15-11-84 من موليد برج العقرب المائي الفترة الثالثة والأخيرة وأرقام الحظ هنا هتكون 6-9 شخصية شوية عصبية في نفس الوقت شخصية كتومة جداً ومحبة للانتقام في بعض الأحيان وشخصية مقدرة لنحية الفنية والجمالية ومتملكة في العلاقات العاطفية والزوجية في عندنا اتصال آخر من تيسير قالوا صباح الخير يعني البرجين تقولوا متواصل معظم؟ أي برجين؟ أي برجين؟ السلطة والسطوب؟ أي واحد وأي واحد ممكن تقوليلي بس التواريخ؟ ما قلت لك هم 14-7 دي أنا 14-7 آه 84 تمام ويقول 1-5-78 1-5-78 آه 7-7-1-5 تمام حاضر شكراً اتصالك 14-7 84 و 1-5-78 14-7 من مواليد برج السلطان المائي الفترة الثالثة أرقام الحظة عندك تكون 5-2-7 وتكون شخصية شوية عصبية ومدافعة أكتر من باقي مواليد برج السلطان المائي وشخصية رومانسية وحساسة كداً ومتقلبة المزاج ومتردد في اتخاذ القرارات لكن عندك شعور بالمسئولية اتجاه الأسرة والبيت والأطفال يعني بشكل خاص متعلقة بالماضي والذكريات برضو 1-5-78 مواليد برج التور الترابي الفترة الثانية أو الأولى عفوا أرقام الحظة هتكون 1 و 6 وتكون شخصية قيادية جداً عنيدة جداً واقعية ورومانسية في نفس الوقت المفروض عادة التوافق ما بين التور الترابي و السلطان المائي هو توافق جميل جداً وجيد جداً لكن عليك أنك يتقليل شوية من العصبية والاندفاع في بعض الأحيان وهو يقلل من حدة التحكم والقيادة في بعض الأحيان عشان تمشي المركب بسلام ومستيل اتصالك في عندنا اتصال آخر أمه محمد سباح الخير أمه محمد ياريت لو ترسوا التلفزيون وتسمعيني من خلال التليفون ياريت لو ترسوا التلفزيون تسمعيني من خلال التليفون تفضلي يا ابن تفضلي يا فندم ممكن نسأل على برج 11-7-85 تمام شكراً لانتصالك يا أمه محمد 11-7-85 من مواليد برج سرطان المائي الفترة الثالثة وأرقام الحظ هنا هتكون 2 مكرر عندك 2 و 7 وتكون شخصية متعلقة بالأمور الأسرية والبيتية والأسرة والبيت والعيلة والأم والأطفال وشخصية متعلقة بالذكريات ومتعلقة بالماضي بشكل كبير وشخصية رومانسية جداً وعاطفية جداً لكن مترددة ومتقلبة في اتخاذ القرارات وحتكون عندك فرص كويسة إن شاء الله في نهاية شهر 6 وبداية شهر 7 اللي جاي وفي نهاية شهر 8 وبداية شهر 9 اللي جاي على كافة المجالات يا رب في عندي اتصال آخر فاطمة صباح الخير يا فاطمة ياريت لو توطسوا التلفزيون مواليد شكراً تصالك يا فاطمة مرسي شكراً تصالك 15-10-2005 من مواليد بورج الميزان الهوائي الفترة الثالثة والأخيرة أرقام الحظة عندك هنا 3 وعندك 6 مكرر شخصية عنادية بشكل كبير وشخصية زكية جداً ومحللة للأمور وشخصية محبة للأمور الفنية والجمالية وشخصية برضو دبلوماسية في التعامل مع الناس الميزان بقى لهم كذا يعني 4-5 سنوات أمورهم مش مستقرة شوية والخط الباني عندهم طالع نازل في الحياة وعلى كافة المجالات لكن إن شاء الله بعد نهاية شهر 7 وبداية شهر 8 هتكون الأمور إن شاء الله كويسة بشكل أكبر كويسة إن شاء الله على صعيد العمل الجواز والأمور الأسرية معانا اتصال آخر وأخير من ألو ياريت لو توسط التلفزيون ألو للأسف 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 أن أطع الاتصال مشاهدين كرام للأسف طبعاً انتهى وقت الحلقة بسرعة البرقة بإمكانكم متابعة الأسئلة والاستفسارات حول توريخ ميلادكم على صفحة البرنامج حياتي مع طرق السعود على الفيسبوك مرسي لي وجودكم معنا مرسي لي مشاركتكم الحلقة وشكراً على التفاعل الجميل والتلفونات اللي جات للحلقة النهاردة ألتقيكم إن شاء الله في حلقة يوم الحد اللي جاي ومواضيع أجمل مع حياتي مع طرق السعود شكراً للمتابعة ومع السلامة